الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم موفق علي النهاردة ان شاء الله برضو نكمل آآ كلامنا في شابتر سري من آآ او آآ اساسيات الاستثمار من معهد المحللين الماليين المعتمدين. آآ كنا اتكلمنا في اول شابتر في الفيديو اللي فات كده قلنا عشان بعرض الفيديو ما يبقاش كبير قلنا سبع حاجات خلصنا اول تلاتة نكمل الباقي ان شاء الله ونحل مسائل. اول حاجة عرفنا ايه هي تاني حاجة بتاعتها اهدافها تالت حاجة لو ما عملتهاش ايه اللي هيحصل العواقب. دلوقتي عملية ان انت تعمل ما عندك مشكلة ما عندك فضيحة اقتصادية تلعب في الشركات زي ما قلنا كده الكبيرة قوي دي اللي حصلت تبدأ تعمل لها بقى اه في خطوات او العملية عملية التنظيمية ازاي تعمل آآ اللوايح جديدة آآ تمام وبعد كده نشوف انواع والبوليسيز والبوليسي دي دي هو الشركة وفي الاخر آآ اخر حاجة في الفصل تمام؟ البوليسيز والبوليسي دي هو تتعمل علشان يبقى فيه طب لو ما فيش ايه العواقب بتاع هذا الفشل آآ هنشوف ان شاء الله وبعد كده نحل مسائل نقول باسم الله الرحمن الرحيم ده كده الجزء الاوليين ان احنا قلنا عليه آآ ايه تعريف بتاعتها ولو فيه آآ فيليا ايه اللي هيحصل دلوقتي كده احنا بقى في ال ال او اس نمر اربعة نمر اربعة بتقول لك العملية التنظيمية دي دي رابع نقطة في السبع نقاط اللي بتكون منها الفصل آآ آآ العملية التنظيمية آآ اول حاجة بيقول لك يعني في حاجة متصور حاجة في حاجة احتياج لقانون جديد او لليحة جديدة آآ ليه في مشكلة عامة حصلة في الاقتصاد في عدم ثقة في في زي ما قلنا كده فضائح اسكندالز في ازمة مالية يا نهار ابيض في الكنتنجينت اللي قال لك العدوى المالية يا نهار ابيض مشكلة كبيرة جدا يبقى فيها النهار ده في نشأت الحاجة مش مش مرة كده آآ يقول لك ممكن الحكومة تكون استباقية خايفة من ان يحصل آآ عدم ثقة او حصل فتعمل القانون ولكن غالبية اللي بيحصل نتيجة آآ اسكندالز حصلت نتيجة مشاكل نتيجة مشاكل حصلت آآ فيقول لك ابدأ حدد الحاجة المتصور الحاجة الحاجة الايه الحاجة القانون الحاجة التشريع جديد الحاجة في احتياج النهار ده للاصدار هذا اللايحة والقانون عشان يزبط العمل ده التنظيمي ده طيب الكلام جميل اوي ممكن يكون ضغط سياسي على الحكومة بطلبات بان يحصل كده لان احنا مش عايفين نتعامل مع الشركات في مش عايف ايه في بتاع ممكن بقى مجلس الشعب او مجلس مش عايف الشورى اه اه المجالس اللي هين يا بيه اللي بتمثل اه الجهات الاستشارية الحاجات دي كلها ايه بتبقى في طلب منها او يتم قال لك مسلا سلم قوانين بناء على الفضايح او مشكلات او ان الحكومة تكون استبقية ان هي تمنع حاجات دي اصلا تمام او رد فعلي اما استبقية او رد فعلي في اصدار اللواح او بيقولك في حاجة متصورة ممكن تيجي من اي اتجاه دي بداية اللي ايه يا جماعة العملية العملية التنظيمية اللي هو ازاي بنعمل قانون جديد او لايحة جديدة محش بنتكلم بقى من الطريقة من وجهة النظر التشريعية ان انا بقى بقى مجلس الشعب زي ما درسناها مسلا في القانون في كل اتجارة زمان لا 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 المقصود هنا اه عايزي فهمك اللوجيك مش بقى زي ما درسناها في القانون ان مجلس الشعب بيعمل مساوادات قانون ومش عايف ايه وبتاع والحكومة لا 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 احنا هنا بنتكلم من من ناحية اللوجيك ان فيه النهاردة فيه احتياج النهاردة ليه قانون او فيه ليحة تنفيذية تنظم هذا العمل اهو بيقولك فيه من اي دايريكشن مثلا ايه فيه ضغط سياسي من اعضاء مجل الشعب اعضاء مجل الشورى فيه اه سياسيين بيقولوا ان مسلا ان العملية الاستثمار دي ممكن تتضرب لو مفيش حاجة لايحة بتنظمها اه لتقوية حاجات دي طب يعني ايه رد فعل يعني زي ما قلنا كده حصل فضائح اقتصادية فالحكومة بتحاول تمنع هزي المشاكل تمنع هزا التلاعب تحمل المساهم تحمل المتعامل تحمل وحاجات اهداف جميلة جدا طيب اما البرو اكتف دي بقى اللي هي ايه عكس الري اكتف ان فيه فعل وليه رد فعل انما البرو اكتف لا ما فيه فعل بيتعمل له رد فعل ده انت كده بتستبق بيسموه ايه البرو اكتف ده اللي هو زي وكده مبادر بتبدأ انت تعمل الحاجة دي عشان ما يحصلش مشاكل مش هنستنى لما المشاكل تحصل اه وين يعمل ممكن يكون عندنا شفنا مسلا في التاريخ او شفنا في اه اقتصادات اخرى فبنحاول احنا نبقى برو اكتف طب كلام جميل جدا طب وبعدين خلاص حددنا الحاجة دي صح اه ليجا الازارتي مين بقى الجهة المانوت بيها اصدار هزي مين الجهة اللي بتفهم في القصة دي اه هل هو حاجة اقتصادية ولا حاجة التشريعية لما تنشأ الحاجة الاقتصادية الحاجة الملحة دي او الحاجة اللي هي متصورة دي ممكن كزا جهة تقض مع بعض عشان تنظم تصور الجديد ده او الرجلاتور الجديد ده اه طيب كلام جميلي خلاص حددنا الاحتياج وحددنا مين الجهة التنظيمية التالت حاجة قال لك التحليل اناليسيس اناليسيس ده التحليل اللي بيقولك هنشوف المنافع والتكاليف يعني مسلا افض النهاردة قلنا اه هنحط مسلا في الشركات اللي هتكتاتب مسلا في الطاقة ولا حاجة نحط مسلا الاكتتاب يعني اصدار اه اسهم لاول مرة او حاجة زي كده ونحط مسلا حد اتماني ما يمزدش مسلا كل واحد ما يطلبش ركتة من الف عشان ندي فرصة مسلا يعني انا اعملها كده من دباغ دلوقتي كمثال عايزين نقول مسلا ايه كل واحد فينا ما يخش ركتة من الف سهم بحيث ان ايه ندي فرصة للناس كلها تاخد اسهم ما يجيش واحد يخش معه فلوس ياخد مليون سهم ويحوي من الناس كلها من ايه ايه تستثمر وتكسب في مشروع ناجح وكسبان وكلام من ده اه تبدأ ايه ده قرار او يعني دي لايحة دي حاجة انا هحطها قانون هسنه او يعني اه من 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 بنود اللوايح المالية او القوانين المالية اه مش ليه تكلفة وليه عائد اه بليه تكلفة وليه عائد ايه فين التكلفة يا ابني يعني اكس بس ما التوهنيش حاضر التكلفة بتاعته ان انا همنع ناس تشتري اكتر اه صح ده فيه واحد كان ممكن يشتري مليون سهم وينشط الاقتصاد وينشط الشركات طب العادي ايه اني لها خلي الناس ما تشوكدش قبل كنت تشاك وتكسب وتبقى مش عارف ايه والناس اكتر هتشارك يبقى ممكن اه اه كل قرار اشوف هيكلفني ايه او هيخسرني ايه قلت بالك ان التكاليف مش بالنسبة للجهات الحكومية او بالنسبة لللي بيدير دولة او اقتصاد مش هي مش بيقصص لي بس للفلوس بيبص كمان للعائد والمنفعة والتكاليف اللي هي الاقتصادية الاخرى مش بس الفلوس انا بقول لك او الاناليسيز ممكن يعتبر اي حاجة يعملها علشان ينشط الاقتصاد بوداع ويحمل الاقتصاد بوداعزات كان بيوزد تو اتشيف زي دزاير او اتكام انا انا عندي دزاير او اتكام دزاير دي يعني منتج او مخرج مطلوب او اتكام مخرجات او نتاج انا عايز حق النتاج المطلوبة دي تمام عشان انا ما اعمل بقى التحليل ده صح القرار بتاعي ده عشان احقق النتيجة المطلوبة دي تكاليفه ايه وما نفع ايه مش اعمل قرار ولا ان انا اه اعمل ركود اقتصادي ولا قرار بوز الدنيا ولا قرار اه لا يبقى انا لازم اكون اخطط له من اول حل حلو اول يبقى عارفنا الحاجة لهذا الجليشن الجديدة مين الجهة او الجهات اللي هتشاركني في المعلومات دي تفدني او تديني استشارة تالت حاجة اعمل تحليل عشان اعرف يعني زي ما بقولوا كده ايه راسي من رجلي الجمعة بتعسوه اه طيب ممر اربعة قال لك اه يعني ايه ده اللي هما بيسموه الحوار المجتمعي التعليق العامي الاستشارة العامة يقول لك حوار مجتمعي يعني ايه عم انت يعني فيه لنوقتي مسودة قانون او مسودة لايح اه نازل مجل الشعب اه يقول لك اه ده بيتكلمه مع بعض ومفتوحة في التلفزيون وبتاقي عشان ايه بيسموه حتى بسا بتقول ايه بتقول اللي هما ام لجنة اعداد معايير محاسبة الدولية تقول لك لما نيجي لعد المعيار بين ايه او او نصدر معايير جديد بنعمل ايه بنعمل اه حاجة كده درافت كده وان وان وننشره على الموقع بتاعنا وانقوله للمجتمعات المحاسبية كبيرة عشان اي حد ليه يتعديل ليه رأي للناس دي اللي هتنفزه ممكن يكون عندهم معلومة عندهم وجهة نظر عندهم اعتراض عندهم مشورة عندهم حاجة فنية مش محقول انا خلاص هبقى انا يعني الوحيد اللي انا هفاهم الدنيا كلها ماشي انا الحمد لله اه على راقص الهام التنظيمي وعندي المستشعرين وعندي اللي بيفاهموني لكن برضو لما اعمل الحوار المجتمعي ده هبدو اكسر انفتاحا واكسر اه اه ديموقراطية خلينا نقول اه جلب المعلومات جلب الايه حتى نفسيا مشاركة المجتمع في القرارات بتدي يعني ايه تشارك كده والناس تحب تنفزها وتحبت اه ما تبقاش متنفرة منها لما تلاقيها تفرضت عليها مرة واحدة هنا بقول لك يعني يعني اللي هو التعليق العام او الاستشارة العامة او اللي احنا ساعت نسميه الحوار المجتمعي الناس اللي هم هيتأثروا بهذا القرار او هذا اللايحة دي بديه الفرصة اللي يدوني اقتراحات وتعليقات ممكن اذا ربيهم عقد الحقيق وكل الكومنت دي او ما في صلاحة الزبالة ماشي يعني ما افهد ان هي اخي اه كل واحد يتكلم عن اهوات شخصية او كل واحد يتكلم عن منافع وتكون هتضر او هتضر الجمهور ماشي بس انا ايه انا في الاول والاخي اسمي فتحت الحوار المجتمعي ممكن تكون بيدوني حاجات اه كومنتس غلط بس اسمي ايه اه يمكن الاقي من الالف كومنت حاجة مفيدة معلومة كويسة اه شوف بقى ازاي طب كلام جميل اوي بديل خطوة الرابعة في الخطوة الخامسة بتقول لك ايه ده بقى خلاص انت كده خدت قرارك ونزلت وشوفت اه اعتوادات الناس اراء الناس اقتراحات الناس تعليقات المجتمع وخدت اللي ينفع وشلت ما ينفعش اصدارة اللايحة بتاعتك اه اه اعتمدها بقى رسميا خلاص اه اه اقول لك ادوبشن اللي هو التبني او الاعتماد يجي مثلا بتوع معايير المحاسبة الدولية او المراجع او اي معايير يعني يقول لك في انا كده باعتمد المعايير انا بطبق المعايير المحاسبة الدولية عندي بناسبة 100% انما يقول لك الكونفيرجن ان انا يعني متوافق معاش وانما الادابشن فول ادوبشن تبني الكامل اه اللايحة تحت تعتمد بسميا بادي شوية باقي ايه جايدلاينز يعني الناس اللي عايزة تسأل تعف تلاقي مسلا القانون جديد نزله كده ايه ترويج ليه وايه اسئلة المختلفة ليه والناس بتسأل نفسها هنطبق ازاي هنعمل ازاي اه بس خلاص بقى ده كده صدر رسميا بقى طيب الخطوة السابعة بقى اه سوري حليكده الخمسة الستة بقى التنفيذ يعني ايه تنفيذ بقى خلاص بقى انت كده اصدرت اللي هيخالف الموضوع ده يعرض نفسه الخطر انتهاك اللوايح اه نفس بقى الناس اللي هي الشركات اللي في ايديها التنفيذ تنفذ هزاي اللايحة اه شو بقى ازاي اه اه ساعات بتنزل اللوايح القانونين يجب تنفيذها في يعني في الحال ممكن مسلا زي برضو نقول معايير محاسبة دولية ومعايير موجعه يقول لك ايه هتتطبق مسلا معايير ايفاز ايه ستاشر نزل في كام في الفين وستاشر وقال لك هيتطبق في الفين وتسعتاشر اه لسه ما اتطبق السنة اللي فاتت اه شو بقى ازاي دي بقى كل ايه كل ما اما تنزل في الحال يا اما يديك فرصة مسلا ان انت اه اه الميزانية دي مش فاهم المعيار يبقى الميزانية الجاية يبقى الميزانية البعديه لغاية ما تبدأ تفهم وتطبق ممكن تتاخر شوية فيلميز اه سوري فيلميز اه سوري فيلميز نيد التشعية والتنفيذية بقى ان احنا خلاص نزلنا دي هي بتتطبق ولا لأ اه اللي هي ايه المرأبة بقى ومتابعة الالتزام بقى الناس ملتزمة بيها ولا لأ صح كان في حاجة لهذه احنا مش عاملنا كده وخلاص هتظبط في اداء معين احنا خايفين منه او او بيكون بايز فعلا شوف بقى ازاي اه احنا بقى عاملين ايه نظام دوري كده هنتبع ازاي ونعف ان الشركات بتنفس كلامنا ولا لأ والعقوبات وممكن شركة متتقفل ممكن غرامة مالية اه الفحص ونشوف الناس دي بتطبق ولا لأ والعنشطة بتاعت الناس دي بتتنفذ ولا لأ بقى فيه مرأبة وفيه متابعة للتنفيذ نمهة تمانية او النفاذ او الاكبار بقى عقوبات بقى ومعاقبة غير المنتزمين والمخالفين بقى اه 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 او فيه مخالفات يعني عقوبات مالية فيه ان ممكن تقفل شركة ما بطبقش اللواح والقوانين دي ايه الفيز بقى والغرامات ممكن تسحب الترخيص من شركة واخدها الترخيص انها تشتغل في المجال ده او ان انت تحزفها من الصناعة خالص او بقى ولا عايزوا بالله بقى انت تسجن بقى خلاص بقى ده في انتهاك خطير بقى انت بتقذي ناس انت مش حكاية بس ان انت بتخالف قراراتي انت بتقذي بقى وبتدمر وبتعمل وبتقو اوه صح ما شوفنا انتهاجات كانت عاملة ازاي بتفقد الثقة ممكن تقع الاقتصاد يبقى مش هيخالف ده مش هنقول له اه لا انا انت كده احنا بنحمي ناس لما بنعاقب المخالف طيب الخطوة التاسعة بقى ده يبقى فيه برضو عندك مرونة يعني يعني تعمل بقى نظام بيسموه نظام حل المنازعات او يعني الحلول البديلة يعني عندك شوية مرونة يعني افير ما يكون عندك نظام حل المنازعات يتماس بانه عادل سريع سريع لان برضو لو الحاجة طولت هتقذي ناس كتير وتعطى الاقتصاد والكلام ده افشنت كف فيه كفاءة بقى لك ان الفعلية ان انت بتحقق اهدافك الكفاءة بحققها ازاي بقى لتكاليف باصرع وقت بقى بقى احسن طريقة اه يبقى انت كده عندك كفاءة شو بقى الكفاءة يعني ايه حلوة برضو زي الفعلية اه يعني ما تقوليش انا عايز احقق اهدافي وخلاص لا الكيفية برضو اه طيب حلو اول السيسلم ده بيقولك ايه كان امبروف زم ماكتس بيتيشن ممكن يحسن سمعة السوق دوت تمام فور انتجاتي للنزاهة بتاعته وكذلك الايه الكفاءة طب كلام جميل جدا نمره عشرة بقى قالك ايه خلاص اتعملت نظام كويس وبتاعه خد بالك ان انت ممكن يكون عندك رجوليشن قديمة لازم تراجعها كل شوية فبيقولك مواجعة مواجعة اللواح يعني ايه مواجعتها يعني الحاجات القديمة اللي اه كويسة وقاليها هدف سامية وكده بس التكنولوجيا بتتطور والدني بتتطور وانظمة الاقتصادية ممكن تتطور فانت ممكن تحتاج ان انت تراجع الرولز بتاعتك والريجوليشن اهو بيقولك رجوليشن قديمة يعني ممكن تكون تقادمة التكنولوجيا بتتغير والصناعات بتتغير شكل الشركات التعامل اه فانت محتاج دايما كل مدة تراجع بتاعتك لازم دايما النظام التنظيمي الجيد بيبقى عنده دايما ايه يقدر يعمل روفيوني يلاجع نفسه محتاج تعدلات عدل ما فيهاش مشاكل عشان يحدد نقطة الفاعلية بتاعته الحتة مش فعالة يعني مش فعالة يعني لا تقتي سمارها ما بتحققش اهدافها يبقى حاول ايه ان انا اصلحها طب كلام جميل جدا يلاجع بسرعة اه عندي كانت احتياج وشفت مين الجهة التنظيمية اللي هتعمل من في في احتياج لاصدار الجديدة او تعديلها تالت حاجة احللت التكلفة المنافع والتكاليف بتاعته وعملت حوار مجتمعي او استشارة عامة واخدت الكومنتز بتاعت الناس والاقتراحات وبعد كده اصدرت بقى وعملت تبنت لي وخليت الناس بقى تنفزه ده دخل بقى حيز التنفيذ بعد كده بيتم مراقبة هل الناس بتنفز ولا لا الاكبار بقى والنفاذ بتعزيل اه لان الناس لو حست او الشركات حست ان هي مش مجبرة تنفز مش هتنفز اه لو فيه ما فيش عقوبات ما خلاص اه شوف بقى طب توصل هناك وركك العقوبات عامل ايه لغاية من اول الغرامات البسيطة لغاية السجن لغاية الغلاق الشركات وصحب تضطرد من الصناعة خالص يا نهر ابيض عقوبات راضعة تخلي الشركات تفكر قبل ما تنتهك وتاكل حقوق الناس وتضيع سيقة الاقتصاد وممكن تدور بالاقتصاد كله شوف ازاي طيب اخر حاجة اللي تبقى عندك نظام فض منازعات جيد قبل ما تروح للمحكمة هتكون ممكن تحل مشاكل يعني كتير اه وكمان مراجعة اللوايح بتاعتك دي كله مدة طيب كلام جميل جدا وحاجات مفيدة جدا طيب عايز ايه بقى برضو من ضمن نفس ال learning outcomes دي بيقول لك تصنيف اللي هي الانظمة التشريعية الاقتصادية احنا بتتكلم في الاقتصاد مش في التشريع ككل او يعني مش بنتكلم دلوقتي في وظيفة مجل الشعب ولا بتاع لا احنا بنتكلم في الاقتصاد فيقول لك مثلا في ناس او يعني انظمة اقتصادية شغالة بالprinciples based زي يقول لك مثلا النظام الانجليزي انما الرول based زي مثلا النظام الامريكي هي عام الرول based برضو بيفكروني بالمقارنة ما بين برضو الانجليزي والامريكي في معايير المحاسبة الدولية الايفاز شغالة بمنسبة مبدأ مبدأ عام انت عارف ان مثلا الاراضي يتحقق بالبيع مثلا يعني فخلاص انت في مبدأ هيتطبق في كزا اتجاه انما الرول based لا مش مبدأ وممكن تتفرع منه حاجات او يعني انت المبدأ ده خلاص احنا متفقين عليها نطبقه في كزا شكل لا هنا الرول بديك يعني تفاصيل كل حاجة اقول لك اعملها ازاي رولز 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 قواعد 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 لذلك ياصفوا الجاب الامريكي بان هو massive رولز رولز كتير اوي قواعد كتير اوي انما الايفاز الدولي ان يقول لك معايير يعني اوما لوقتي مثلا 35 معايير خلاص برضو المراجعة الادارة في كل علم من علوم الاجتماعية هتلاقي فيها الحكاية دي الاقتصاد برضو فرع من فروع العلوم الاجتماعية فهو بيقول لك اما انظمة يعني بتعمل بتعتمد في التشفعات هني تديك مبادئ تمشي عليها او رولز لا في كل حتة تفاصيل انا اقول لك هنا واحد اتنين تلاتة دي الروز اللي تمشي عليها طيب في بقى حاجة اسمها هيبرد اللي هي في النص يعني يقول لك في الواقع مفيش كده حاجة يعني يعني اكستريم كده اليمين خالص والشمال خالص لا هتلاقي دايما الانظمة الاقتصادية بتاخد من ده ده طيب دولا النظامين زي ما قلنا كده هو كده بقان حتى في الكتاب له وبصيت ما بين الانجليزي والامريكي كمان في حاجة اسمها مويت بيزد وديسكولوجيا بيزد اه انظمة بيقول لك بتشتغل على الجدارة يعني ايه الجدارة يقول لك مثلا ايه انت عندك امكانية ان انت تشتري مليون سهم خلاص اشتري مليون سهم يبقى الجدارة اه المستثمرين اللي يقدروا يشتغلوا في في حاجة لكن مسلا واحد تاني امكانياته المالية اه محدودة خليه غمر بكل ما يعمل لك ان يشتري مثلا ميت الف ساهم اولا بتاع لكن يقسرهم يفلس ولا يسجن لان عليه ديون اه فالنظمة دي ممكن تكون متحفزة شوي انظمة اقتصادية يقول لك ايه بيمنع المستثمرين مثلا من صندية التحوط الا ان ليهم موارد وخبرات معينة ان هم يخشوا يشتغلوا في البزنس ده تمام الانظمة الاخرى بتشغل على الافصاح انا اقول لك انا اقول لك معلومات وانت بقى ورحتك مليش دعوه تفتقر بقى دنيا تخرب عندك مليش دعوه يمكن تضرب هوب زي ما تسمع ايه ده ما كان بيقولك تبقى فوق فده ماشي بنظام وده ماشي بنظام الجذارة او اللوة الاحكام يعني التحفز شوي فبرضو بيقولك ان مفيش حاجة اسمها يعني مفيش حاجة اسمها تطرف يعني مش هتلاقي في الواقع نظام ده نظويا يعني مش هتلاقي في الواقع ده الواحده او ده الواحده هتلاقي برضو حاجة اسمها هايبر يعني هاجين ما بين النظامين دي اغلبية الايه? الانظمة اللي هو بيسموها تمام? طيب النقطة بقى اللي هي آآ اللي بعد كده اللي هي مفروضة النقطة آآ الخامسة. احنا كده خلصنا اربع نقاط من سبعة. النقطة الخامسة اللي هو انواع اهو اجيب لك اهو يعني ايه? يعني هو في انواع لي القواعد التنظيمية واللواح والقوانين اه يعني ايه انواع هي دي كمان لها انواع ما خلاص كلها قواعد ولواح وخلاص لا في انواع بنقال على بنقال على السبب بتاعها. حلو. طيب اول حاجة اسمها ليه? ليه ليه? الجيد الجيد يعني بوابة يعني بيحفظ البوابة. بيمنع الدخول والخروج او يعني بيعني الدخول في الاندستري ده بحساب. زي ايه مسلا? يقول لك عندي حاجة اسمها في شوت للبيوسونال فيفا اهو من يسمح له من يسمح له بالعمل كمحترف استثمار? اكيد واجل ده يكون متضرب كويس صح? اه انت قلت لي قبل كده ايه لازم يتصف بالكمبيتنت اللي هو يعني الامكانيات زي ما قلنا قبل كده القوائي الامين تمام? يبقى الكومبيتنسي الكفاءة مع شهادة دولية مع شهادة في الاستثمار معادشة ان شاء الله كله بيتابعنا هياخد الشهادة وتبقى ان شاء الله يا مسهل يعني خطوة او درجة انت اتطور نفسك وتاخد بيها ان شاء الله مع بعض بازن الله طيب اه دي كده ايه? دي كده طب ايه دي دي? لأ مش كل المنتجات برضو هسمح لها لازم اعرف لازم لازم اعرف يعني ما تدخلش ورق ميليه كده تتحك بيه عن الناس حاجة وهمية ولا حاجة تدمر الناس لازم يقفية يقولك برضو الانظمة بتاعت انظمة اللي بتتتبع ولا تعال نقرأ الكلماتين دول دي بقى ده اول تصنيف من تصنيفات عليش الحتة دي كبيرة شوية هنا عندنا مش عارف تمن تصنيفات ولا ايه? بس سبع تصنيفات انما هي مفيدة جدا ان انت تفهم القصة هنا بيقولك الحكاية دي بتوحكم ايه? من مسموح لو يخش ايه? كمحترف استثمار ايه المنتجات المالية اللي تخش السوق طب ما صح طب ما عنده حق هو يخش كده من هب ودب بسريقة ما لهاش بواب ما هيسمع بواب اهي جيت طيب بيرسونال من افزا برايماري اكتيفتيز اوفر جولاترز ايز سكريننج انفستمينت اندستر بيرسونال البيرسونال التوظيف الناس اللي دخل العملية الاستثمار دي تونشور زاد زي ميت ستاندرز اوف انتجرتي عندهم نزاهة كومبتنسي عندهم كفاءة اه الكفاءة بتشاهد لهم بالشهادات التدريب اللي خدوه الخبرة المالية الانتجرة النزاهة والتزامهم بالكود والستاندرز وكمان ايه بقى اه هنعف بعد كده ان في حاجة اسمها البوريسيز والبروسيدر بتاعت الشرك طيب كلام جميل جدا ده خلاص عرفنا البروسونال اما لايه المنتجات المالية اللي انت جاي يدعها لنا في الماركت بتاعنا ده اه صح لازم البرق المالية دي بقى ليها مشوية معايير تفسح عن انها تقول لنا اي حاج ولا انت تبقى لنا شركة اه تضرب الاقتصاد ولا تخسر المتعملين ولا اه اه بقولك في في الانظمة اللي هي بيقولك اهم حاجة يبقى عندك دقة في الافصاح تبقى عندك شفافية تقول للناس كل حاجة خلاص شركة كسبانة الشركة قصوانة الاداء المالي المركز المالي البرفورمانس اه الناس شايفة وعارفة اه زي ما قلنا بقى كده هنسيبها للايه فعليات السوق اقتصاديات السوق زي ما بيقوله العرض والطلب ويطلع وينزل خلاص انما الانظمة الاخرى اللي هي هم بيعملوا حكم مهني نفسهم لو في استثمار هيدر بالناس هيمنعوا الناس ان يتخشوا تمام اه مثلا زي ما بيقولك الانظمة القيمة الجدارة دي بيحددوا مزال استثمار بيحددوا انت تخش الاستثمار ولا تمام برضو عشان يحمي المتعملين ده اول نوع خلاص اللي هو الجيت بيسمح بالاشخاص اللي يخشوا بشروط معينة طي حاجة القواعد التشغيلية اه ده بقى بينظم عمل الشركات فيه بيقولك النيت كابيتل وفيه الهولدينج ايه او الهاندلينج ايه كاستمر اسيتس اول واحدة بتقولك ايه صفي اصول اللي هو النيت كابيتل ده صفي صفي رأس مال الشركة او صفي يجب ان تمتلك الشركة الموارد الكافية لالتزام بالوفاء بالالتزاماتها اه يقولك خد بالك الشركات اللي ايه قايمة على الاقتراض عندها كتير اللي هو الزمم او الخصوم او الالتزامات مالتزامات تقترض 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 من البنوك يان هرا بيض دي بيسموها يعني مخاطر يعني مخاطر يعني الشركة دي له خسرت هتخرب بيت المساهمين ليه يا عم انا اقولك ليه على الشيناد دي بس بتاع دي لون سامحوني في الهبل ده بيقولك مسلا ان هادا انا انا بمتلك الكابيتل خلينا نقول مسلا ان احنا الشركة بتاعتنا شركة مساهمة بتمتلك ميت مليون دولار اه يا عدا حاجة جميلة او بنا ينسي حين اقوله امين الميت مليون دولار دي الهيكل المالي بتاع ادي categories الاصول اللي احنا جايبين بيها الحاجات دي اه عندنا ستين مليون من تمويلنا احنا زي يعني عقص منوا الايكوتي مساهمين المساهمين بيمتلكوا ستين分 من واصل المال او من الهي مش راقص المال نقول الكابيتل ده حاجة من الايكوتي يعني بند من بنود الايكوتي بس احنا لما بنعرض بنقول احنا اصول ما كان دي المقصود يعني ينمتلكتنا هي دي اللي بنقولها رأس مالنا يعني بس بس النظرة التامولية مش زي المحاسب بيقولوا على هو دي كل رأس مالهم ده جاي من بقى جاي من الايكوتي جاي من الاتنين الاتنين بيقولوا الاتنين تمام طيب فلو مثلا الاربعين مليون الباقيين يبقى كويس لان انت عندك ستين مليون يعني مولوا من الايكوتي صح? يبقى انت كده عندك الاساس الايكوتي اكبر من لايبيليتي النهاردة لو خسرت حملت الاسهم ممكن ما تدهمش توزيعات انها الدينين حملت السندات دول لازم ياخدوا فوائد حتى كسبان خاصوان هياخدوا فالشركة اللي بتعتمد على التزامات كتير و وديون كتير بتبقى اسمها خصوصا لما تكون اكتر من الايكوتي انا مش فاهم ازاي بصراحة بس ده خطيرة جدا انت خيل ان انت تمتلك تلاتين امبعين مليون بس في الشركة? او الايكوتي يعني كل ممتلكات حملت الاسهم وكمان الايه البيدي يعني اللي هو علاوة الاصدار. تلات حاجات دول دي مكونات الايكوتي. تخيل انت لك تلاتين مليون بس ومقترض سبعين مليون. يا نهار ابيض. يعني الايكوتي اكتر من الايكوتي اتخذ الشركة دي لو خصت. وبعد من امتلكاتها مش هتكفي بتاع نهار ابيض. يبقى ينفعش. يبقى فيه ريسك جامد لو خصت. ممكن ما تقدرش تدفق تسدد اللي عليها. يبقى آآ يكون عندنا الموارد الكافية. ايه الموارد دي? الموارد اللي يمشي الاصول. الموارد هنا المقصود. الايكوتي. الايكوتي قصاد يكون قوي. ليه مركز قوي. آآ عشان تسدد المطالبات. اللي اللي عليها. طب كلام جميل. يبقى دي اول حاجة في تاني حاجة ايه? بيقول لك هاندلينج اوف كاستمر اسد. التعامل مع اصول العمل والحفاظ عليها. آآ مور جستيكيشن. امبوز. امبوز هول زات ركوية كاستمر اسد تو بي ستريكلي سجريت فروم زا اسد اوف ان انفستين اوف ان انفستمنت فرم. لما تكون الشركة بتتداول المفروض الشركات مثلا يعني انت خال كده الشركات بتطرح عصومة في البورصة ان هو سوق راس المال راس المال يعني انت بتشتري حصة فالسه maravilhhington هي بدي حصة في راس المال الشركة. انت بتشتري جزء من في السوق بيع جزء من السوق البورصة. او سوق المال. انت بتدخش البورصة تشتري فلوس انت بتشتري حصة في الشركات. طيب فيه شركات سماصرة او بتعمل في في مجال السسمار. فممكن تشتري النفسها هي اسهم وتبيعها. وممكن تشتري لعملائها باعتبارها ان هي شركة وسيطة فقط. ما هيش شركة صدرة مصدرة للاسهم او السندات او ان هي تاجرة بتشتري اسهم وسندات وتبيعها. لا. هي في الحالة دي كوسيط ان هي بتشتري للكاستمر بتوعها وتبيع لهم. فياجب ان هي في الحالة دي تفصل ممتلكات عن ممتلكات اهي. مش تتدول في اللي اتنين وتحقق المكاسب اللي ايها والخساوة اللي بقى للكاستمر لأ. اه شباب ازاي بيقول لك لازم يعني يتم فصل عن الاسد بتاعت الانفستمنت فيه. اه ده كلام جميل ده. ده ايه ده? ده حماية لاصول الكاستمر. طب كلام جميل جدا. نبقى دي تاني نوع من الايه? من تالت نوع اللي هو اسمه ده تالت نوع من الايه? او تالت تصنيف من تصنيفات اللوايح. عليش الفصل ده بيه شوية ويعني تحس انه كده غلص لما بيتكلم عن اللوايح والقوانين. بس اه لازم تفهم القصة دي. هنا بقول لك مسلا قواعد الافصاح. يعني ايه الافصاح? لازم توفر معلومات عشان تشجع عمل الاقتصاد. ايه صح. فبيقول لك في تلات انواع من القواعد الافصاح دي. انت لازم تفصح. تدي معلومات. مش احنا كنا بقول. في واحد بيجيب معلومات من جوة الشركة يكسب بسببه. هو قال لك دي مفيش عدلة بيني وبينه. انا راجل بتدول منبرة. هو يكسب وانا اخسر فلوسي. اه يبقى انا كده هافقد الثقة. قال لك لا يا عم. انا هحط زي ايه? اول حاجة قال لك الناس اللي بتصدر اسهم ومساندات عشان تموّل نفسها. الشركات. اه. لازم ايه? لازم تديني القوائم المالية المدققة. ايه? ايه? لازم تكون مدقاقة ايه? في مراقب حسابات اعتمد هزي القوائم. اه صح صح. وقال في تقرير وان هزي القوائم سليمة. من ناحية الشكل يعني احنا رجعنا. ماشي? وفي دوق البيانات اللي تقدمت لنا احنا متطمنين كده للقوائم مالية ان هي بتعبر بعدها لعن ايه? عن اصول الشركة وعن المكازة المالي وعن بتاعها. طب وقيت يعني معلومات حول اعمال الشركة. الشركة بتشتغل في ايه? والحاجات. اللي هي الايرادات. استخدمات العائدات بتستخدم في ايه? عائدات الشركة. الادارة. ايه هيكل الادارة? الحاجات يبقى مفيدة جدا للناس اللي هيشتروا. صح? اه هم هيشتروا يعني سمك في مياه? يشتروا اسهم. عمياني كده ولا سندات? طب كلامه والله جميل جدا وفعلا القانون كده بيحمي الناس دي. اه? اه اه ديسكشن اوه امبوتن ريسك فاكتورس. المخاطر اللي انا لو انا دخلت اشتريت هزي الاوراق المالية ما هو اشيو بيصدر بقى اوراق مالية سواء اسهم او سندات او سكيورتي او اه ايه ريسك اللي توح عليك انت يا فاتي عشان طبق متطمن وانت بتاخد ايه? اه هزا القرار يعني. طب كلام جميل جدا. تاني حاجة في من ضمن قواعد الافصاح الشفافية السوق. يعني ايه الشفافية السوق? اصعار الاولى المالية دي لازم تبقى بينة. المستثمين الاخرين. عايزين يدفعوا كالفة السكيروتي دي. الاحسن السكيروتي ده تكون بتتباع بمية وانتو جايين تقعدوها عليها ب الفين جنيه. السهم الواحد. يا نهار ابيض. اه لا 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 ما تخافش ده في كمبيوتر سيسم تده وتخش تعرف ايه فعلا الورقة بتتدول بكام دلوقتي. اه او اللي تباع فعلا بيه. اه يبقى القواعد بتحاول دي من ضمن الشفافية بقول زي. طيب كلام جميل جدا. تالت حاجة ايه? بيقول لك احداث يجلب الافصاح عنها. دي زي عاملة زي كده ايه? اه منبه كده حاجة اه محفزات مش عاقف ايه? ولا الحدث فيه استحواز كبير. يعني شركة فيسبوك اشتريت واتساب او شركة مش عاقف اه جوجل اشتريت مش عاقف اه يوتيوب ولا اشتريت مش عاقف ايه? اه استحوازات شركات عملاقة اه مش عاقفت اه اشتريت اه نوكيا. الحاجات دي تاريخية بس ممكن نهاردة لما يكون في استحواز جديد في السنوات الجديدة دي. يبقى انت يبقى في معلومات بقى خاصة معلومات لازم تفسحها انها ممكن حاجات تحصل اه او شير اين اه او شير ايبوزيشن اه في اي حاجة هتحصل اه لازم تديني افصاحات زيادة عن عن استحواز عن اندماج عن اي حاجة هتحصل. طب كلام ده جميل جدا. يبقى دي تالت نوع اللي هو رابع نوع من القواعد اللي اه اه او تصنيفاتها قال لك يعني ممارسة البيع. اه مش انت بتبيع وتشتري في السوق ده اه. لا يجب ان انت تضحك على الزبون ولا ان انت تبقى عندك اجارات متعسفة ولا يجب انك انت اه تضحك عليه في الاعلانات بتاعتك او في الاسعار بتاعتك تبيع بسعر اكتر من حتة تانية او تضحك عليه في العملات يا نهرة بياض شوف 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 قواعد منظمة جيدة جدا. اه قواعد من ممارسة البيع بيقولك حتى ايه تكون مشروط البيع لمصلحة العميل ولاست المنتجات اللي ايه اللي عملتها اكبر تخيل ان انت سمصار ومن مصلحتك ان انت تبيع الشركة الف لان دي اعملها تبقى عملتك الف جنيه. والشركة بيع عملتك مية جنيه بس. فتحطوا لي لا لا اشتري الشركة الف. معاني الشركة الف ممكن تخسر بعد كده. بس انت ملكش دعوة انت بتتكلف في عمولتك. يا نهار ابيض شوف بقى ازاي. اه اول حاجة قال لك الادفيرتايزنج. ايه اللي هينظم فيه? ايه بقى او المنظمين دول بيقولك انه عايزين ياخدوا بالهم ان الاعلان لاجب ان يكون مضلل. الادفيرتايزنج لما اجي اعلن عن منتجات من المنتجات المالية اللي موجودة في السوق ده الفاينان شاماكت ده. لاجب ان الاعلان يكون مضال. زي ايه? زي كلمة ارباح مضمونة. يا نهار ابي اشتري الشركة بتاعتنا دي ارباح. وفي حد بيضمن الارباح. ده انا كده بضحك عليك. اي اي مسل قديم من الناس القدام يقول لك الاتجارة مكسب وخصار. اه. بس انا ما تقوليش انا. انت ايه عن خصيتها تعمل ايها? تضمن لي ايه? اه صح والله ده ده هكس. طب شوف. طب وممكن يقول لك مسلا ايه? اه في اعلانات يقول لك اداء عالي مخادع او مخالف الحقيقة. لابا لازم يضمن للناس ده ايه? ما يكونش في حتة الفرودة والتلاعب او آآ تاني حاجة الفيز. الفيز ايه? وضع ضوابط الاسعار ديت. ما يكونش فيها ما تكونش زيادة عن الشركات الاخرى ولا آآ مارك داون. وضع ضوابط الاسعار وحدود العملات. تالت حاجة قال لك حواجز المعلومات. حواجز المعلومات يعني ايه? يعني انت بتدي مصائح وتدي استشارات. هل بتدي نصائح والاستشارات للشركات اللي انت زي ما قلنا كده ان انت هتكسب هتكسبك اكتر ان الشركات اللي هي عملتها اكتر حتى لو قمش في مصلحتي ان انا ودخلت شتيت هزي الاول ما ليه هخسر? آآ في مقالاة في ابحاث الحاجات دي لازم تعمل حواجز لازم تعمل آآ ما تحكش عن ناس ما تضللش الناس بحاجات مفيدة لك انت وممكن تكون مضرر اليوم هم. آآ النصائح اللي بتدي او اللي هو الحاجات دي لازم تكون ايه? في مصلحة العملة. التوصيات دي في مصلحة العملة. وليست في مصلحتك انت شوفت شكولي دي تعتبر ايه? معلومات مضللة عشان مصلحة المتعاملين او مصلحة الشركات لكن ليست مصلحة يعني طيب. اخر واحدة القيود على التعامل الذاتي اللي هو. آآ بيع الشركة من اوراقها المالية مسلا مخزونها. بحيث ان هي ممكن تضارب مصالح لو زودت السعر على على العميل مسلا. دي يعني ان الشركة تبيع من محفظتها المالية من مخزونها. المفروض الشركة بتشتري لمصلحة العميل مش لمصلحاتها هي. تمام? المفروض ان الشركة بتشتري لمصلحة العميل. وحنا قبل كده يليم في وكل حاجة ان مصلحة العميل هي الاولوية القصوة. مع انت بتكسب العميل? المفروض العميل يبقى كسبان. قصدي العميل بيكسبك. لما بيشتري منك بيكسبك. لما انت المفروض كمان تكسبه. مش مش تضحك عليه بقى ان انت تبيع له من اولئك المالي انت فانت يبقى كده في تضارب مصالح. انت عايز بقى انت عايز تبيع له بالغالي عشان انت تكسب منه. مع ان في الحقيقة انت المفروض انت بتشتري له من الغير لمصلحته وتبقى انت يعني وسيد فبتبعي مصالحه. فدي برضو قيود على التعامل الذاتي. لا يجب ان الشركة يبقى عندها. طيب كلام جميل جدا جدا ده اه كام ده رابع تصنيف ولا خمس تصنيف. خامس تصنيف. اه المفروض اللي هو السادس البروكسي. او لسه اه معلش ده لفترة الرابعة ده الخامس بقى. اللي هي تحديد تحديد بقى معايير السوق بقى. اه الماركت ستاندار جفرنمينت رجوليشن كان بي يوزد تو ست فور اكزامبل ستاندار لينس اوف زا طايم بتوين تريد اتريد ان ستلمنت زا طايمة. يعني بعمل معايير السوق. الورقة المالية ما يجيبش ان انت تاخدها النهار ده وتبيعها في نفس اليوم. ليه? انت بلحش يعني مسلا تتنقل لك ملكيتها رسميا. انت اشتويتها وبيعتها عشان غلية وتعمل فروق وتبيعها بكرة تاني. لا. فيقول لك لازم ادي وقت كده. اه علشان تبنيل ملكيتك وتبقى فعلا بتاعتك واثباتها وبعد كده تبيع براحتك. اه في وقت دي ليه بسيط ولكنه بيحكم العملية النقل الملكية والحاجات دي. كمان في حاجة سمال ماركت منيبوليشن ان هو منع التلاعب في السوق. ايه دي دي? كل دي احنا بنتكلم على انواع اللوائح. هي كتير شوية وانت تحس انها مع ادوة اطلق بطك. بس ما تقلقش مش هيجي يقول لك سمع. انت كل الكلام زي ما شوفنا كده. حتى برضو اه هنا بيقول لك اهو الماركت مانيبوليشن التلاعب بالسوق. ماركت مانيبوليشن دي الاجراءات باقي دولز دي المفروض تمنع هذا التلاعب. خب بالك. اه ماركت مانيبوليشن فيقوم الورقة المالية تنزل. يقوم ايه? ايه? يشتروها بالضراب الفلوس. يتحكواوا على الناس. لا. يحصل فيه هنيا بقى. يحصل فيه تدخل من يرواك. لا. فيه قواعد هنا علشان نمنع تحريك كده وضر المتعملين وكده. طيب. كمان في قواعد علشان امنع دي مش جديدة علينا بقى احنا شفناها من الشابتر اللي فات شابتر تو. ايه دي? اللي هو المتاجرين بالمعلومات من الداخل. زي ما شفنا كده اللي عرفت ان الشركة مش عارف ايه بتبيع وهتخسره بتاع. راح تقالي بسرعة اتصلت بالسمصر بيع للورق اللي عندك. معلومات مهمة غير معلنة. يوم على طول ايه يكسب منها. طب ما كده ما فيهاش ايه ما فيش عدالة. ليه ما فيش عدالة يا عام? لان اه في ناس عرفت ونسمع الفيتش. اه اه. على التعملات عن الشركات على على الكلاينز الزبائن. ريجولاترز او فين اكسبكت كامبانيز تو هاف بوليسز اند بوسيدر ان بلايس. توريستريكت اه اكسس تو ساتش انفرمش. المفروض بيفطرد ان بيه في بوليسز والبوسيدر اللي هي بنسميها احنا الانترنال كنترول. رقابة الداخلية. الضبط الداخلي. بيمنع الوصول لهذه البيانات. وانه اطلع ايه الناس تستفيد من المعلومات اللي داخل الشركة. ممكن يجي لك كده في الامتحان يقولك في وسط الجملة. وانت تبقى فاهم يعني ايه التعامل من الداخل. كمان فيه تم مع الفرانت والنينج وهو الجاري الامامي. يعني ايه الجاري الامامي ده? او التنفيذ الامامي. اللي هو الشراء قبل وضع امر الشراء كبير. انت سمعت مسلا ان في حد مليونير ولا ملياردير? هيشتري كمية ضخمة من الاسهم فالسعر هيطلع من مية لمية وخمسين جنيه. فانت الشاري النهاردة بابه مية بسرعة قبل ما تحط الايه? امر الشراء بتاعه. عشان ايه? عشان انت اشتويت بمية كده? انت مكنش هتشتري بس لما عرفت انه هيشتري كمية ضخمة دي واثر في السعر. ايه? اه هو شاري معالي السعر. عالية انت كمان. اه. لكن عرف لو بعت احنا جالنا سؤال بيقولك افطر. افطر مش مشكلة. انما بفور هي المشكلة. اه. المطلوب بقى تشريعات تملع. ايه? ده. ليه? لان انت بتكسب شخصيا من معلومات لا يجب ان انت المفروض تكون حيادي. المفروض ما تكسبش منها. لان المعلومات دي مش متاحة لكل الناس. فكده مفيش عدل. اه بلاس انت حط ارض اه امر. طب ده لو في الشرط طب لو في البيع برضو المستسمى الضخمة ده لو بقى كمية كبيرة. يبقى المعروض كتير يبقى الورقة هيقع صح? اه. يبقى انا بسرعة او امبايح ورق بمية جنيه لحسن دي بقى هتبقى بتمانين. هتبقى بسبعين. اه شفت بقى يبقى هو ايه? برضو استفاد من المعلومة. بس برضو لو بعد ما فياش حاجة. اسمها يعني يجري قبليه يعملها. تمام? فيه كبير عشان يستفيد من الايه? من تأثير السعر سواء طلعه نازل. اللي هيعمله تأثير الايه? الكاستمر اردر. طيب ايه دي برضو يعني زي ايه بتقول لي انت مفيش تضارب مصالح هنا يعني انا مش هدور العميل ولكن انت هتستفيد من معلومات زي بالزبط ما درش الناس ولكن مفيش عدل كده في المعلومات. انت بتستفيد من بتاعك. مماوسات الوساطة. ان انت لا يجب ان انت هنا اللوايح تمنع بقى ان انت لا يجب ان انت تدفع مبالغ نقدية للبحث. او لو بسموه دولار. اه مدير مدير الاستثمار. في بحس بيطلع عشان يقول ان الشركة دي كويسة والناس تشتري وتتداول وانا اسهل لهم فده بيسموه السوفت دولار. السوفت دولار ممكن برضو تلاقي لو بيسموه النقود الميسرة. اه طيب اه كمان عندنا في في حاجة اسمها قواعد التصويت بالوكالة. اللي هو البروكسي البروكسي بيقول لك انه ممكن البروكار سوكوى دي تستبيوت ماتيريالز. توزير كاستمارز. جاثرين ووزيج انستوكشنز. ان صبميت زين فوزي انكولوجين انزاي كاونتينج او فوتس. مسلا الشركة بتوزع توزيعات فالبروكارز هما اللي يوزعوا على المساهمين ممكن ان الحكاية دي تخلي اه 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 توزيع الاسهم دي على الزبائن تتطبط بالبروكارز وتتطبط بي اه لا هو عايز يمنع الحكاية دي. عايز يخلي مسلا ان اه هنا بيقول لك ان اه مصدر القوانية اللي هي هما اللي بيعملوا التوزيع. هما اللي بيوزع على حاملة الاسهم. ما بيقاش في وسيط. الوسيط في البيع والشركة خلاص. لكن اي حاجة تانية المفروض تبقى. اه فهو عايز يمنع الايه التصويت بالوكالة او التوزيع بالوكالة او اه اصلي حاملة الاسهم بيبقى لهم حاجة اسمها تمام? اه فهل فهل السمسار ده هو هيروح احدى الجماعة العمامية بدلي? اه ولا هل هو هياخد حقوقي بدل? اه لا ما ينفعش الكلام ده. فهو عايز ينزي يزبط العملية التنظيمية ما بين الايه? والشركات اللي بتصدر الاسهم بتاعتها. طيب على ايش الحتة دي طولت? بس هو فعلا يعني يمكن من اا من اقوى الفصول في حتة ان هو يعني هو سهل وكل حاجة بس كتير. ممكن بقى اول ما نخلص دي نقفل ونعمل فيديو تاني لاخر енной مقطتين في الفصل والمسائل. ان شاء الله تبقى فيديو صغير رواحد. طيب. عشان بس نكمل. فهي حاجة اسمها acima money lending rules. اه دي مهمة جدا. قواعد مكافحة غسل الاموال. برضو من ضمن بتبقى في آم لوائح وقوانين بتمنع غسل الاموال. ايه غسل الاموال دي? ناس تشغالة بقى في في المولاياز وله مخدرات الرجاوي. ايه aY مصادر الاموال بتبقى غير مظيفة عشان كده اسمها غسل. اه فتيجي تدارف في البورسة في الاستثمار تشتري وتبيع في يتم ايه دمج الاعمال دي في اعمال استثمائية فيقولك خلاص اهي مصادر الاموال المظيفة ما فيهاش اي حاجة. ولكن ممكن تكون ان هي ايه اه مصادرها غلط. فالحكاية دي القواعد تمنع غسل النقود المسروقة او الرشاوي او الحاجات دي في اعمال استثمائية عادية ولا اعزوا بالله بقى ممكن يكون تمويل ارهاب ممكن يكون اه اه تهرب من الضرائم ممكن يكون مش عايف اه الحاجات الخطيرة دي. فلازم دي تمنع ايه اه اخر حاجة دي مهمة جدا في الوضع اللي احنا شايفينه قواعد تخطيط استمرارية الاعمال بيقول لك ان يجب ان ان الشركات تعافي الشركات واستمرارهم الشركات في الكوارس سواء الحرائق او الفيضانات او الزلازل او الاوبقة. اه شو بقى فكرك بايه بالليحنة فيه ده وبينها عدي على خير قزمة كورونا فانا بقول لك يعني ايه بس الاجانب ما يقول لكش بقى خد بالك ما يقولش يعني كده بيقلبها لدي بما ان احنا الانجليزي بتاعنا سعيدي يعني يا جدعان سمحونا فانا بقول لك دي في اه تعافي الشركات من الكوارس الطبيعية الحقيق ولا عزو بالله الفيضانات ان هي الزلازل زي عم كورونا اللهم عافينا وعافو عنا الدين دي لو 무슨 الوبقة بس بيقول لك الاوبقة دي الخفيفة الحنيانة اللي هي بتبقى ايه يعني لوكال انما الوباق العالمي ده ما بسموهوش ابيديميك ده بيسموه اه فهو اه كورونا متصمّف على انه مش ابيديميك الكتاب هنا كتاب لك هتلاقي ابيديميك لما تبص في في المال الى معاكم لوو شاب التواصلية هتلاقي بيقول لك بس في الحقيقة كورونا مسلا يبقى لازم تقول لي الشركة اللي انا هستثمن فيها دي عندها قدرة على التعافي من هذه الزيست والكارثة والعزو بالله ربنا يعفينا جميعا ويحفظ الناس كلها وان الشركة ده مادة اصيل في المحاسبة اللي هو لازم الادرارة تفسح وتقول لي شوف هنا بوضو في مجال الاستثمار بيقول لك في دي ولا لا? هتقدر وتتعافى ولا لا? اه طيب الله معافينا وعافي عننا طب ممكن ان شاء الله نكمل يعني اخر نقطتين في الفصل وانحل مسائل معلش الفصل ده قوي شوية عشان والقوانين والحاجات دي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته